أفاد مراسل سكاينيوز عربية بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية وأفاد مراسلنا بأن الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال الضرائب ستكون وديعة لدى النرويج نضال كانعنا ينضم إلينا من القدس للتعليق طبعا عن هذه القصة أو هذا الخبر تفضل نضال نعم فضيلة أولا الحكومة الإسرائيلية وبإصرار من وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش كانت تحتجز القسم أو تقطع القسم الذي كانت تنوي السلطة الفلسطينية تحويله إلى موظفيها في قطاع غزة بحجة أن الآن قطاع غزة تسيطر عليه حركة حماس ومن غير المنطقي أن تقوم السلطة الفلسطينية بتحويل هذه الأموال كما يقول سموتريتش على حد رأيه لمجرمي حماس في قطاع غزة هكذا كان يبرر الأمر وبالتالي السلطة الفلسطينية رفضت استلام كل هذه الأموال إذا ما تم اقتطاع الجزء المخصص لقطاع غزة منها هذا خلق أزمة اقتصادية خانقة في السلطة الفلسطينية زاد من الضغوط على السلطة الفلسطينية التي لم تستطع تحويل المرتبات لموظفيها بسبب الاقتطاعات التي تقوم بها إسرائيل والتأخير في تحويل الأموال للسلطة طبعا هذا القرار الإسرائيلي ووجه بغضب أمريكي كبير كانت الولايات المتحدة تصر كل مرة على إجبار إسرائيل على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية وإيجاد مصار ما كان نتنياهو يرفض أي مقترحات بهذا الشأن بضغط من وزير المالية سموتريتش ومحاولة نتنياهو الحفاظ على اقتلافه الحكومي لكن مع الضغوط الأمريكية قرر نتنياهو إيجاد مصار ما وهو تحويل هذه الأموال المخصصة أو القسم المخصص إلى قطاع غزة تحويله إلى دولة ثالثة هنا هي النرويج التي ستضع لديها كواديعة ووفقا لشروط وقرار الكابينيت الإسرائيلي فإن النرويج لا تستطيع تحويل هذه الأموال للسلطة الفلسطينية بأي طريقة كانت وأيضا حتى لا تستطيع إعطاءها قرضا مقابل الوديعة الموجودة لديها ووفقا لقرار الكابينيت فإن النرويج ستقدم تقريرا شهريا حول وضع هذه الأموال الموجودة لديها وبناء عليه يقوم وزير المالية الإسرائيلي بتحويل أموال أو ما تبقى من أموال السلطة الفلسطينية وهي أموال الضرائب التي تشبيها إسرائيل على البضائع الداخلة إلى السلطة الفلسطينية وأموال المقاصة الفلسطينية ستقوم وزارة المالية الإسرائيلية بتحويلها ووفقا للقرار فإنه إذا ما خالفت أن نرويج شروط هذا الاتفاق فإنه يحق لوزير المالية الإسرائيلي تجميد كل أموال الضرائب الفلسطينية وليس فقط القسم الذي يخصص لقطاع غزة وبالتالي يمكنه مصادرة هذه الأموال من السلطة الفلسطينية طبعا الآن هناك حاجة لإعلان النرويج بأنها ستحترم قرار الكابينيت الإسرائيلي وفقا للبيان الصادر عن الكابينيت وأيضا الولايات المتحدة على الأغلب ستكون ضامنا لهذا الاتفاق وبالتالي هذا سيتيح تحويل أموال السلطة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن مع أنه فعليا تم تحويل هذه الأموال إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت استلامها بسبب اقتطاع المبلغ المخصص لقطاع غزة وهكذا ربما سيكون حل لقضية تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية بالنسبة للولايات المتحدة هذا تقدم كبير وهذا تنازل على الأقل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يقدمه للإدارة الأمريكية بالأساس وليس للسلطة الفلسطينية فهو غير آبه بمواقف السلطة الفلسطينية لكن على العموم كانت أجهزة الأمن الإسرائيلية أيضا تضغط في هذا الاتجاه حيث كان موقف الشباك الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي وكل المنظومة الأمنية ترى بأنه يجب تحويل الأموال بأسرع وقت ممكن للسلطة الفلسطينية من أجل الحيلولة دون دخولها في أزمة اقتصادية ستزيد من العمليات ضد إسرائيل وفقا لتقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تقول بأنه من غير مصلحة إسرائيل أن تكون هناك أزمة اقتصادية داخل السلطة وحالة بطالة داخل السلطة لأن هذا سيدفع بالشبان الفلسطينيين إلى تنفيذ عمليات ضد إسرائيل وبالتالي من مصلحة إسرائيل القيام بهذه الخطوة لكن طبعا اعتبارات نتنياهو السياسية الداخلية في حينه كانت هي الطاغية وهي ما قررت عدم تحويل هذه الأموال من أجل الحفاظ كما قلنا على اقتلافه الحكومي لكن الضغوط الأمريكية هنا أدت إلى تغيير في السياسة الإسرائيلية وإيجاد مخرج ربما يتيح لنيتنياهو تحويل هذه الأموال شكرا نضال كانانا في القدس شكرا نضال كانت تحويل هذه الأموال شكرا نضال كانت تحويل هذه الأموال شكرا نضال كانت تحويل هذه الأموال